بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الساني التانوي أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم المفضل المدرسة على الهواء وبرنامج اللغة العربية النهاية العزاء النهاردة عندنا مراجعة في بعض النصوص الشعرية وليكن النص الأول هو نص سبيل الرشاد وطبعا لابد من تهنئة لإخواتنا المسيحيين في جميع أنحاء المحروسة بعيد الميلاد المجيد أعاده على مصر بالخير الكثير بإذن الله تعالى إذا نظرنا إلى الشاشة قدامنا في نص سبيل الرشاد بتقول الأبيات عندي بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتهمد أطالت بوقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدن أدناء العزاء إذا نظرنا إلى طيبة المقصود منها المدينة المنورة رسم للرسول صلى الله عليه وسلم كلمة رسم المقصود منها أثر والأثر يقصد به هنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم أن الشاعر حسان بن سابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه قام بالدفاع عن الدين الإسلامي والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع كان بشعره ضد كفار قريش واستطاع أن ينجز القول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك لقب حسان بن سابت بشاعر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طيب حسان بن سابت رضي الله عنه وقف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأضرف الكثير من الدموع بكاء على الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذه القصيدة صارت على نهج القصائد في العصر الجاهلي في أنهم يبدأون دائما بالبكاء على الأطلال وأنتم جميعا تعرفون ما المقصود بالأطلال الأطلال بقاية ديار للأحبة يعني كان الشاعر بيروح على بقاية ديار المحبوبة ويبكي ويقول شاعر فيبدأ دايما بالبكاء على الأطلال ولكن حسان بن سابت رضي الله عنه خالف شعراء شعراء العصر الجاهلي في بداية القصيدة فمعظم شعراء العصر الجاهلي كانوا يبكون على الحبيبة وعلى فراق الحبيبة عندما ترحل من ديار إلى ديار وإحنا شفنا الكلام ده أولاد كتيب جدا في قصائد لأمرئ القيس وطرفة بن العبد وشعراء الجاهلية معظمهم وعنطرة بن شداد زي ما درسته في سنة أولى طبعا لكن هنا خالفوا في أنه هم بكوا على فراق الأحبة ولكنه بكى على فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطيبة رسم للرسول ومعهد طيب كلمة رسم ماذا يكون جمعها كلمة رسم هذه ماذا يكون جمعها جمع كلمة رسم على طول أرسم وتجمع على رسوم أيضا للرسول طيب كلمة الرسول كلمة الرسول جمعها رسل ومعهد كلمة معهد منزل طب هنا كلمة منزل أولاد المقصود منها منزل ولا المنزل هناك فرق المنزل هو المكان الذي وضع فيه قبر رسول صلى الله عليه وسلم أو الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المنزل هو البيت فإذن هي منزل والجمع معاهد منير مضيء وخلي بالكم نكشف في المواجن في مادة نورا وقد تعفو الرسوم كلمة تعفو معناها تزول الرسوم تماما يعني كل الأثار اللي موجودة في المدينة المنورة أتى عليها الزمان خلاص نقدر نقول إنها تساوت تماما بالأرض ولكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال مضيئا هكذا يريد الشاعر أن يقول أطالت وقوفا تزرف العين أطالت وقوفا تزرف العين كلمة تزرف العين أبناء العزاء المقصود منها أن تبذل كل ما في طاقتها من دموع بليبكي الشاعر على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم تزرف العين جهدها انظر إلى كلمة جهدها جهدها طاقتها الطاقة فكلمة جهدها عكسها ضعفها على طلل القبر طيب أنا حاسمع منكم بقى دلوقتي جمع طلل أنا سامع ناس كتير بتقول جمعها طلول وأطلال صواب صح طيب طلل القبر جمع القبر أحد الطلاب يقول مقابر لا ما تنفعش القبر جمعها إيه القبور طيب ومقابر مفردها مقبرة الذي فيه أحمد أحمد هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بوركت يا قبر الرسول كلمة بوركت أولاد يعني حلت به البركة حلت به البركة بوركت يا قبر الرسول طيب مضاد بوركت محقا الشيء اللي فيه بركة يبقى يعني مفوش بركة بقى اللي فيه بركة بنقول ده ربنا بيبارك فيه سبحانه وتعالى طيب اللي مفوش بركة يبقى ممحوق يعني مش موجود خلاص أو بيخلص بسرعة أدي معناها بوركت يا قبر الرسولي بيمدح القبر أو بينادع القبر بيقول بوركت يا قبر الرسولي وبوركت بلاد سوا فيها سوا أولاد معناها إيه أقام طب عكس ثوا رحلة يبقى كلمة ثوا معناها أقام طب العكس إيه رحلة ثوا فيها الرشيد يبقى مين اللي ثوا الرشيد عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب الحكمة ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الرشيد المسد المسدد دي معناها يعني صاحب الرأي الصواب صاحب القول الصائب طيب دي معاني الكلمات دايما بيجي في الامتحان يا أولادي يقول لك إيه انثر الأبيات وخلي بالك من كلمة انثر معنى كلمة انثر يعني اشرح يعني حول هذه الأبيات الموجودة قدامك إلى قطعة أدبية نفرية طيب كثيرا من أبناء يقول طب إزاي يا مستر نشرح الأبيات دي نشرحها بسهولة انت بتقول يا أقول الشاعر وتحط نقطتين فوق بعض وبتبدأ من أول السطر يعني بص معايا كده على الصفحة دي الورقة هنقول مثلا أدي يقول الشاعر دايما كده في الشرحة عودك على حاجة تعود عليه على طول يقول إيه الشاعر وتبدأ من أول السطر في المدينة المنورة أثر للرسول صلى الله عليه وسلم طيب وكل الأثار تزول ولكنه باق منير أدي أنا شرحت البيت الأول على هذه الوتيرة وعلى هذا النظام امشي ما عودش نشرح نجيب البيت الثالث قبل الثاني والثاني قبل الأول لا امشي بالترتيب وكمل الأبيات بس بتحط جملة يقول الشاعر في بداية الشرح طيب بعد كده بقى السؤال اللي بيجي بعد كده بيتناول البلاغة هيجي وقول طب البلاغة المطلوبة هنا إيه بطيبة رسم للرسول ومعهده منير كناية عن عظمة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أسمع منكم مين يقول لي سر جمال الكناية إيه على طول سمعكم هتقولوا إيه الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه في إيجاز وتكسي كويس طيب معهد منير ما هو معهد منير منزل منير يبقى استعارة مكنية شبه المكان بمصباح يضي للتوضيح قد تعفو الرسوم وتهمده طيب لو سأل على محسنات بديعي ممكن ييجي سأل أقول لك إيه استخرج محسناً بديعي وبين نوعه أطلع بقى من الأبيات كلها أطلت وقوفاً تذرف العين جهده على طلال قبر الذي فيه أحمد بوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد لما أنا أجأ أقول لك هنا طيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمده ما هو تعفو دي معناها تزول وتهمد معناها تزول يبقى هنا فيه إطناب بس الإطناب ليس محسناً بديعي خلي بالك ده إطناب بالتراضف دايماً أولاد سؤال الإطناب والإيجاز حيجي لك لوحد مباشر كده استخرج إطناباً واستخرج إيجازاً إياك إنك أنت تخرجه من المحسنات البديعية ما ينفعش أطلت وقوفاً تظرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمده كمان ممكن يجي سؤال تاني أنا عندي يمكن المحسن البديعي معهده وتهمده ده بسميه تصريع وإنتوا عارفين التصريع بيبقى في البيت الأول آخر حرف في الشطر الأول مع آخر حرف في الشطر التاني يسمى تصريع في البيت الأول فقط يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ده كمحسن بديعي أطلت وقوفاً تزرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد طيب هنا أطلت وقوفاً هنا فيه سؤال بيقول أذكر القيمة الفنية لاستخدام وقوفاً هي كلمة وقوفاً لماذا أتى بها الشاعر أتى الشاعر بكلمة وقوفاً احتراماً لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أبناء العزاء أي واحد مننا لو هو زار المقابر قبل كده ما بيعودش دايماً بيقرأ الفاتحة وهو إيه واقف فأطلت وقوفاً أطلت وقوفاً وده مين ده قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلت وقوفاً تزرف العين جهدها تزرف العين جهدها دي فيها استعارة مكنية ليه؟ لأنه شبه العين بإنسان له طاقة يبذلها سر جمالها التشخيص على طلل القبر الذي فيه أحمد آه هنا بقى ممكن يجي يقولك استخرج إيه اسلوباً واسكر أداته أو اسكر طريقته أو اسكر وسيلاته الأسلوب هنا اسلوب القصر كلنا عارفينه بقى الذي فيه إيه؟ أحمده طيب أحد الطلاب طيب يقولي يا مستر طيب إزاي ده اسلوب قصر طيب مغوانت مش عندك الذي المفروض أحمده فيه ولا الذي فيه أحمده المفروض الذي أحمده فيه أحمده فيه إذن هنا بالتالي اسلوب قصر تقديم الجار والمجرور يعني شبه الجملة على أحمد يبقى بالتالي أو على المبتدأ المؤخر بنسميه كلمة أحمد يبقى بالتالي هنا فيه اسلوب قصر وسيلته أو أداته أو طريقته هي التقديم والتأخير وغرضه التخصيص والتوكيد بوركت يا قبر الرسولي وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد طيب كلمة بوركتا يا قبر الرسول بوركتا ده اسلوب إيه أولاد نفتكر كده من زمان اسلوب خبري لفظا إنشائي معنى غرضه الدعاء خبري إيه لفظا إنشائي معنى غرضه الدعاء لأنه بيدعو للقبر بالبركة يا قبر الرسولي طبعا استعارة بمكنية شبه القبر بإنسان ينادى يبقى على طول استعارة بكنية ليه؟ أي نداء لغير العاقل يديني استعارة مكنية وإنتو طبعا حضراتكو عارفين كده كويس وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد قد يأتي سؤال ما؟ واسأله السائل خلي بالك في الامتحان كويس قوي ممكن يجي يقولك إيه؟ استخرج إيجازا طيب أطلع إيجاز إيه؟ الفعل المبنى المجهول بوركتا يا قبر الرسول وبوركتا فهنا حسب الفعل يبقى بالتالع عندي إيجاز بالحسب طيب إيه سر جمال الإيجاز؟ أو ما أثر الإيجاز؟ أثر الإيجاز يا جماعة إثارة الزهن والانتباه لأن انت حضرتك فتوقت تفكر طيب إيه؟ هو الكلمة المحزوفة دي هي إيه؟ يبقى بالتالع على طول بوركتا إيجاز بالحسب بوركتا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد وبرضو فيها إسلوب قصر أيضا طيب كذلك أبناء العزاء نشوف بقيت الأبيات إمام لهم يهديهم الحق جاهدة إمام لهم يهديهم الحق جاهدة معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا إن يطيعوه يسعدوا عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجوادوا طيب نبص هنا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحن عليهم ويمهد تعالوا نشوف بعض إمام إمام جمعها أئمة لهم يهديهم الحق مضاد الحق ما مضاد كلمة الحق يبقى على طول بيقول مضاد الحق إيه الباطل طيب وجمع الحق إيه الحقوق طيب جمع الباطل إيه أباطيل وهكذا جاهدا مجتهدا يعني شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على قومه إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق شوف بقى القيمة الفنية لاستخدام كلمة صدق بعد معلم أولاد ما هو أنت عندك سؤال ممكن يجي وقولك إيه أذكر القيمة الفنية لاستخدام كلمة كذا في موضحها يبقى بالتالي أنا عندي كلمة صدق توحي بالتوضيح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو معلم صدق يعني مش أي معلم لا معلم صادق يقول ما يعي وده أدي معنا كلمة صدق دايما الإضافة بتفيد التوضيح إن يطيعوه يسعده إن لو يطيعوه يسعده يعني إيه يعني لو أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال من فعل وقول وتقرير لا سعدنا في حياتنا لا سعدنا في حياتنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام عفوهن عن الزلات يعفو عن الزلات الزلات الخطأ البسيط اللي كلنا بنتعرض له ممكن أي واحد مننا يقع في خطأ بنقول حتى كده إيه زلت لسان الخطأ الزلات مفردها زلة يبقى الخطأ طيب نفترض طلب منك هات مفرد الزلات في جملة تقعد بقى أنت محتار في في الامتحان أجيبها إزاي حطه قدامها لا حبازها هي الزلة كويسة ولا وحشها شيء وحش يبقى إذن بالتالي مكروه يعني حطه قدامه لا حبازة يبقى حتقول إيه لا حبازة الزلات آه بص معايا كده على الورقة ممكن نكتبها إيه لا حبازة الزلات بس كده يبقى كده إنت عملت إيه آه اسلوب زمن واضح؟ طب لما الكلمة تبقى كويسة معاك وإنت محتار برضو إنك إنت مثلا إيه حبازة العمل آه يعني أدي حبازة العمل وهكذا يبقى بالتالي إنت على طول عملت جملة اسمية واضحة جدا للغاية يبقى بالتالي يا أولاد عندي أنا يعني لا تبثل صعوبة بالنسبة لنا اللي هي ضعف جملة أو هات مضاد الكلمة وحطها في جملة وهكذا عفوه عن الزلات يقبل عزرهم يقبل العزر العزر يعني معناها إنك إنت فعلته شيئا وبتعتذر عنه واضح؟ هذا العزر يبقى التأسف يقبل عزرهم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إيه؟ العزر ونحن كبشر لا نقبل أعزار البعض عجبا لذلك فشوف وإن يحسنوا فالله بالخير أجودوا فالله بالخير إيه؟ أجودوا إن يحسنوا يعني معناها إنه المسلمين لو زادوا واضح فالله يجود عليهم بالإيه؟ بالخير الحسنة بعشر إيه؟ أمثالها عطوف عليهم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عطوف رحيم بهم يعطف عليهم ويصفح عنهم عليهم لا يسني جناح يعني إيه لا يسني جناح هذه؟ ما الجناح دي جمعه إيه؟ أجنح جمعه إيه؟ أجنح يعني معناها إنك إنت تيجي تديني استعارة مكنية وتقولي كذا جناح لا هنا لازم تأخذها كناية عن إنه الرسول صلى الله عليه وسلم عطفه شامل لجميع المسلمين ولجميع البشر لذلك عطوف عليهم لا يسني جناح إلى كنف يحنوا عليهم ويمهد طب كلمة يحنوا دي معناها إيه؟ يحنوا دي معناها يعطف ودايما الحنان ده تلاقيه فين؟ في الأم الأم هي نبعه الحناني فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يحنوا على أمته شوف الحنان بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ويمهد ويتقبل أعذارهم يبقى إحنا لو هنشرح هذه الأبيات هنيجي بقى من أول السطر زي ما تعودنا بقى خلاص في السؤال السابق وحنقول يقول الشاعر طبعا نقطتين فوق بعضه ببدأ من أول السطر أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إمام للمسلمين يهديهم إلى الحق مجتهدا وهو معلم صدق فلو أطاعه أو لو أطاعه المسلمون لفلحوا في حياتهم ولا سعدوا يعفوا عن زلاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعفوا عن أخطائنا يتجاوز عنها ويصفح عنها يصفح عن الأخطاء ويقبل عزرنا ولو زدنا في الحسنة لفتح الله عز وجل علينا بالخير الجيد الجيد لفتح الله علينا بالخير الجيد يعني معناها إيه؟ معناها إنك أنت والله إنت النهاردة يعني مثلا عز أقولك دفعت عشر جنيه ربنا هكريمك بمية تصدقت بعشر ربنا هكريمك بمية على طول ليه؟ لأنه الحسنة بعشرة إيه؟ أمثالها أضعاف فشوف البيت بيقوله وإن يحسنوا يعني حسن بن سابت رضي الله عنه بيقول لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عزرهم ويعشقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطف عليهم ولو أحسنوا لو زادوا في الحسنة فالله سبحانه وتعالى أجول يعني أكرم معناها كرم من الله سبحانه وتعالى ويعطف عليهم ولا يثني جناحها يعطف على المسلمين ولا يعزل منهم أحدا إنما المؤمنون إخوة أي أن رسول صلى الله عليه وسلم بعطفه يشمل جميع المسلمين وجميع البشر إلى كنف يحنوا عليهم ومهد أي أنه يمهد لهم الطريق الصعب في البلاغة على طول أبناء العزاء ممكن هنا ييجي ويقولك استخرج إيجازا بالحسب طيب ومن النحو بلاغة إنت لو بصيت في كلمة عفو هتعرفها إيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول عفو يبقى إيجاز الحسب طيب إمامهم لهم يهديهم الحق جاهدة لما يقول يهديهم الحق هل الحق يهدى استعارة مكنية شبه الحق بشيء مادي يهدى شو بقى إزاي ببساطة البلاغة تذوق يعني أنت تذوق الجبلة وشوف الله هو الحق ده بيهدى طيب عمرك أنت شفت يعني مثلا بابا جاب هدية مثلا اسمها الحق لا يبقى إذن بالتالي ده شيء معناوي لكن هو جسمه فعملوا إيه يهديهم الحق يبقى بالتالي يا أولاد على طول استعارة مكنية شبه الحق بشيء مادي يهدى وسر الجمال التكسي وتوحي بإيه توحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم هدية يا أبناء المسلمين هذه هدياتكم يقدمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم معلم صدق إحنا تكلمنا في كلمة صدق إن يطيعوه يسعد أحد الأسئلة بيقول طيب هو ليه كلمة معلم جاية اسم فاعل أبناء العزاء إنه أي اسم فاعل أي مشتق يعني أي اسم فاعل أو فعله مضارع أو جملة مسبتة بتفيد الاستمرار خلي بالكم من دي إن يطيعوه يسعده تبقى ما علاقة يسعده بيطيعوه نتيكة لو أطعنا هنسعد ولو ما أطعناش سنشقى لذلك إيه إن يطيعوه يسعده عفو عن الزلات إجاز بالحسب يقبل عذرهم كناية عن تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم للأعذار مهما بلغت ومهما كانت وإن يحسنوا فالله بالخير أجوده الله بالخير أجوده طيب مين يقول لي هنا فيه يا أولاد ها فيه اسلوب إيه قصر يعني أنت مستر عاوز إيه بالظبط بقى تعالوا نشوفها مع بعض أنا عاوز أطلع اسلوب قصر من هذا البيت إن يحسنوا فالله بالخير إيه أجوده على طول إحدى الطالبات هتقول على طول تقديم مين أجود على إيه على بالخير لأنه أجود ديه خبر لمين للفز الجلالة اللي بعد منه اللي جاي بعد فأ الجزاء اللي هي إيه طبعا ده درسة في النحو الفأ فأ الجزاء والله إيه لفز الجلالة مبتدأ وأجود هو الخبر وبالخير يبقى اسلوب قصر أفاد التخصيص والتوكيب عطوف عليهم لا يثني جناح إلى كنف يحن عليهم ويمهد لا يثني جناحه كناية عن حنان الرسول صلى الله عليه وسلم الشامل لجميع أبناء الأمة الإسلامية يحن عليهم ويمهد طيب ننتقل إلى آخر الأبياد شو بقى البيتين دول فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الضهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقده يا سلام جودي عليه بالدموع وأعولي بخاطب العيون جودي يعني أكثر من الدم جودي عليه بالدموع على مين على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدموع وأعولي ارفعي صوتك بالبكاء أدي معناها أعولي لفقد ليه لفقد الذي لا مثله الضهر يوجد اللي ما فيه زيه على مدار الضهر إطلاقا شوف الشعر بقول فجودي عليه أي أزري فيه كثيرا من الدم على الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعولي لفقد عكس فقدان وود يبقى الفقد إيجاد يبقى الفقد الذي لا مثله الضهر يوجد جمع الضهر يا أولاد دهور وأظهر وما فقد الماضون مثل محمد الماضون الذين مضت حياتهم الصابقون طيب ما فقد الماضون مثل محمد وخلوا بالكو الماضي مش عكسه الحاضر الماضي عكسه المستقبل مثل محمد زي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مثله حتى القيامة يفقد شوف بقى لغاية ايه لغاية ما تقوم القيامة ما فيش واحد حيفقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقول الشعر اكفري اياتها العين على فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وارفعي صوتك بالبكاء لأن الذي مات من الصعب ان يكرر في الضهر مرة اخرى لفقد الذي لا مثله الضهر لا يوجد اطلاقا مثله في الضهر وما فقد الماضون الماضون لم يفقده مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مثله لغاية ما تقوم القيامة لغاية القيامة يفقد فلذلك الشاعر استطاع ان يبرع في هذين البيتين في القصيدة كلها جودي اكسري من الدم اكساب خلي او اجمودي طيب كلمة جودي اسلوب انشاء نوعه امر في البلاغ اولاد انشاء نوع امر طب غرضه ايه غرضه التمني واحد يقول لي الله مستر غرضه نصح الارشاد لا اي شيء غير عاقل هو بيكلم عينه ولا هين غير عاقل يبقى بالتالي غرضه على طول التمني عليه بالدموع واعويلي انا سامع البنات بقى بيقولوا ايه طب يا مستر جودي واعويلي ما عادي يو اطنام اطنام بالايه بالطراض لفقد الذي لامس له الظهر يوجده طبعا الفعل مبني لمجهول يديك ايه ها انا سامع ايه جاز بالحسب لفقد الذي لامس له الظهر يوجده يبقى هنا يخلي بالك مع علاقة لفقد الذي لامس له الظهر يوجد بما قبلها نقول تعليل وما فقد الماضون مثل محمد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد شو بقى حتى القيامة يعني حتى دي تفيد الغاية والنهاية يفقد فعل ماض مبني للمجهول يبقى يجاز بالحسب وما فقد ويفقد بينهما طباق سلب كما تعلم طبعا أولاد سهولة الألفاظ وضوح المعاني التأثر الواضح بالقرآن الكريم والحديث الشريف دي من خصمات هذا الشاعر العظيم رحمه الله اللي هو حسان ابن سابت طيب هنا أولاد لو بصينا في التدريبات سؤال يعني يأتي على نظامه الامتحان بص معايا كده حيسأل طبعا في الأول حاجة معاني الكلمات وبعد كده إشرح إيه الأبيات شرحا أدبيا وبعد كده بيجيب سؤال ورقم دال دايما بيبقى الجمال في الأبيات يعني هنا بيقول طبعا انت شايف الأبيات قدامك هات معنى عزيز يعني يصعب عليه عزيز يصعب عليه طيب جمع حريص حرصاء طب مضاد يحيدوا يستقيموا إشرح الأبيات شرحا أدبيا شرحنا خلاص الأبيات تماما ما سبيل السعادة شوف السؤال لازم يبقى فيه سؤال كده سبيل السعادة هو أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمرنا به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما الجمال في قول الشاعر إمام لهم يهديهم الحق جاهد احنا لسه كناها استعارة مكنية هنا فيه استعارة إيه؟ مكنية تعالوا أبناء العزاء نشوف عندنا في هنا مراجعة تانية لي مثلا المصادر بنرجحها بسرعة كده نبص فيها شوية هنا عندك طبعا أنت درست كل المصادر السلاسية و يعني مصادر السماعية ومصادر إيه؟ قياسية ومصادر أيضا درست غير المصادر السماعية درست المصدر الميمي والمصدر إيه؟ الصناعي كذلك طيب هنشوف مع بعض أولاد المصدر إزاي إحنا نطلعه من القطع نطلع المصدر إزاي من القطع هنا عندنا قدامنا هو المصدر المصادر الصريحة كلها مثلا بص معايا كده هنا في المصدر الصناعي بنقول إيه؟ المصادر الصناعية زي موجود قدامي زي الحياة الديمقراطية عظيمة الحياة الديمقراطية عظيمة خلي بالك هنا من كلمة الديمقراطية دي هنا عاربها صفة في المصدر الصناعي وطالما هي صفة يبقى ما تقدرش أنت تطلعها مصدر صناعي لا اطلعها إيه بقى؟ اطلعها حاجة اسمها اسم منسوب يعني هنا دي اسم إيه؟ منسوب وليست منسوب طيب هنا عندي سؤال بيقول كلمة الحرية اجعلها مرة نعتا ومرة مصدرا صناعيا في جملة مثلا لو بصينا ليه؟ المصدر عندي كلمة الحرية أنا عاوزك تفكر بس إزاي أنت تعمل كلمة الحرية كمصدر صناعي لو بصيت معايا هنا على الورقة هتلاقي كلمة الحرية دي هذه الحرية هنا طبعا يا ولاد هتجيبها انت مصدر صناعي هتقول الحرية جميلة الحرية إيه؟ جميلة كده دي إيه؟ كده مصدر صناعي يبقى هنا الحرية دي مصدر صناعي طيب أنا لو حبيت أجيبها اسم منسوب بقى يعني أجيبها إيه؟ اسم منسوب طب دي أعوزينها تقع صف يبقى هتقول لي يا أياتها الحرية أقبلي يبقى هنا دي وقعت إيه؟ نعت وقعت نعت لأنه الاسم المعرف بيقل بعد أيها أياتها يعرب على طول نعت أو تقول مثلاً يا هذه الحرية يبقى على طول يا أداة نداء وهذه اسم إشارة منادة والحرية على طول هتبقى عندك نعم طيب كذلك أبناء العزاء عندي في النقطة التانية اللي برضو عايزين نتكلم فيها توكيد الفعل بالنوب نشوف برضو هنا سؤال في المصادر الثاني هذه المصادر الصريحة معايا ما الفرق بين الفعل والمصدر طبعاً حضراتكم عارفينه كويس قوي وبناخد المصدر يدل على حدث مجرد من الزمن عشان تعرف كويس جداً بفكرك أهو فمثلاً كلمة كتابة دي كلمة كتابة بتدل على إيه؟ على حدث ومجرد من الزمن طيب وعندي برضو أما الفعل بيدل على حدث مرتبط بإيه؟ بزمن زي إيه؟ زي مثلاً عندي الفعل كتب وحدث دي حدث زائد إيه؟ زائد ماضي يكتب حدث زائد مضارع اكتب حدث زائد المستقبل يعني تبص تلاقي أنه المصدر بيدل على حاجة حصلت مجرد من الزمن ده المصدر عادي أنا مش بكلم في المصدر الميمي والصناعي لا بكلم في المصدر عادي يبقى قدي عندك الفرق ما بين الفعل والمصدر أنه المصدر بيدل على إيه؟ يدل على حدث مجرد من الزمن أما الفعل يدل على حدث مرتبط بزمن معين زي موجود قدامي الأفعال طيب نيجي نشوف مع بعض برضو المصادر كيف نأتي بالمصدر من الفعل نأتي بالمفعول المطلق للفعل هيديني على طول المصدر الصريح إزاي؟ يعني أنت عندك مثلا كلمة انطلقا طيب أنا أجيبها إزاي؟ انطلقا انطلاقا موجودة قدامك انطلق الصاروخ انطلاقا يبقى كلمة انطلاقا مصدر صريح إعرابه إيه؟ إعرابه مفعول مطلق لمنصوب لأنه على طول المصادر تعرف حسب موقعها في الجملة كمان أولاد استخرج مصدرا لفعل سماعي وآخر قياسي واذكر فعله في الزمن الماضي فقط يعني لما تجيب فعله انت لازم تذكره في الزمن الماضي فقط خلي بالك كويس جدا مش تجيب فعله في أي زمن لا اذكره يبقى في الزمن الماضي فقط طيب كمان حاجة تانية نشوفها مع بعض عندك المصدر لا يأتي إلا من الفعل الماضي فقط المصادر السلاسية السماعية يعني إيه سماعية أولاد يعني معناها إنها سمعت هكذا عن العرب سمعت هكذا عن العرب وليس لها قاعدة معينة بص لأنها ليست لها قاعدة معينة ولكنها سمعت هكذا عن العرب فعلى سبيل المثال بقى موجود قدامنا إيه؟ زي كتبا كتبا كتابا شوف كتبا دي على وزن فعلة خلي بالك كويس قوي وكتاب على وزن فعلة جنبها كلمة تانية زي إيه؟ غلاء يبقى على وزن فعلة الدني مصدر غليان على وزن فعلان طب خضرة 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 برضو فعلة تانية زكومة يبقى زكام طيب يبقى بالتالي هنا خضرة وزكام نجاح نجاح كل ده تلاقي الفعل على وزن فعلة ولكن المصدر يختلف هبصة لاقي فعلة هذه خضرة زكام على وزن فعلة نجاح على وزن فعلة زراعة على وزن فعلة طباعة على وزن فعلة أيضا طيب دي سمية المصادر السماعية ليه؟ لأنها طبعا لا تأتي إلا من الفعل السلاسي فقط نشوف مع بعض بقى مصادر الأفعال القياسية زي إيه؟ مصادر الأفعال القياسية مثلا على سبيل المثال عندنا عليك بعد حروف الفعل الماضي لما تحب تعرف المصدر كام عدده ارجع للماضي بتاعه يعني تبصت لقى الماضي مثلا بتكون من ثلاث حروف يبقى بالتالي ده مصدر سماعي سلاسي طيب لقيت الماضي بتكون من أربع حروف يبقى على طول قياسي رباعي لقيته بتكون من خمس حروف يبقى خماسي قياسي وعلى طول برضو سداسي يبقى سداسي قياسي يبقى السماعي السلاسي فقط إنما الرباعي والخماسي والسداسي يا أولاد ما لهم قياسي بص كده معايا أدي زلزلة ده على وزن إيه؟ فعلالة المفروض على وزن فعلالة طب إداني مصدر إيه؟ زلزلة خلاص على وزن فعلالة أو زلزال على وزن فعلال أكرمة على وزن أفعلة إداني إكرام على وزن إفعال طيب أقامة على وزن أفعل حيديني إقامة على وزن أفعلة أو إقامة على وزن إفالة هنا لو بصيت لكرمة ده على وزن فعلة حيديني تكريم صنعة على وزن فعلة تصنيع تفعيل أدي كافحة كفاحة أو مكافحة على وزن مفعلة ربا خلي بالك كويس أو من الفعل ده ربا حيديني تربيا على وزن تفعيلة نمى تنمية وهكذا ناضلة نضال أو مناضلة دي أوزن المصدر للفعل الرباعي وحنشوف بقى أوزن الفعل الخماسي بصوا معايا في الخماسي بقى سهلة جدا برضا تقدر تجيبها على طول من عدد من عدد الفعل من عدد ايه الفعل هنا عندي زي مثلا أدي استخدام استخدام مثلا واستعمال استعمال نشوف بقى هنا مثلا برضو تقاتل تقاتل طيب هاتلي المصدر الميم ادي مصدر يبدأ بميم زي ايه ده في اوله بيبدأ بميم ايه زي ايه في اوله طيب ازاي نشوف مع بعض عندي ليسعى المصريون مسعى حميدا اداني مصدر ميمي طيب اعربوا ايه مفعول مطلق منصوب طيب ده كده بسميه مصدر ميم ويكون من الفعل السلاسي على وزني مفعل او مفعل مفعل او مفعل طيب كمان هنا عندك ادي واثقة بتساوي موثق رمى مرمى زي اخذت منك موثقا يبقى ده مصدر ميمي اعراب ويولاد ايه مفعول به لانه يعرب حسب موقعه في الجملة بنشوف من الفعل الاكثر من سلاسي بوزن اسم ايه المفعول طبعا زي التقى ملتقى واجتمع مجتمع ادي مثال اهو اجتمع الطلاب مجتمعا كريما يبقى حيبقى عندي اجتمع الطلاب مجتمعا كريما يبقى كلمة مجتمعا دي على طول اعرابها مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة ولكن هاخدها هيجي في الاستخراج هقول لا ده مصدر ايه ميمي وهناك مصادر ميمية مؤنسة خلي بالك منها زي كلمة مودة وكلمة معزة وكلمة مهابة ومحبة ومضرة ومصرة وملزة تعالوا ابناء العزاء ننتقل الى برضو جزئية تانية في النحو ولتكن مع مراجعة في توكيد الفعل بالنون طبعا بيقرب حسب موقعه في الجملة هنا هنشوف بقى ده المصدر الصناعي اللي تكلمنا عليه يبقى هنا هنشوف عندنا المصدر اللي هيبقى المصدر الصناعي والمصدر الميمي لكن هيبقى عندي بعد كده طبعا ببص كويس قوي على توكيد الفعل بالنون ده شيء مهم جدا في توكيد الفعل بالنون وان شاء الله حيجي فيه سؤال في امتحان الفصل الدراسي الاول نبص مع بعض ادي حكم توكيد الفعل بالنون في حكم توكيد الفعل بالنون هنا اول حاجة الفعل الماضي لا يؤكد بالنون اطلاقا طبعا ولكنه يؤكد بيه يؤكد بيه قد ده مؤكد واحد وعندي ممكن برضو بلا قد قد نجح ادي زي ما احنا شايفين قد نجح وممكن في حاجة تانية مثلا لقد نجح يبقى فيه مؤكدين قدامي ايضا طيب نشوف مع بعض هنا حكم توكيد الفعل بالنون ادي الفعل الماضي لا يؤكد ولكن لا يؤكد بالنون اطلاقا طبعا ولكنه يؤكد بالنون وقد تعال نشوف توكيد الفعل الامر التوكيد بالفعل الامر هنا بيبقى جائز بدون شروط وخد المثال كويس اوي ادي الامثلة عندك يبقى هنا عندي زاكر دروسك او زاكر دروسك زي ما وجود قدامي على الشاشة يا ولاد زاكر دروسك او زاكر دروسك طب ليه زاكر دروسك او زاكر دروسك ما هو انت عندك زاكر ده فعل امر عادي مبني على السكون لكن انا ممكن اقول لك زاكر يبقى يجوز توكيد الفعل الامر بالنون من غير اي شرط عفوا بدون اي اي شرط يبقى يؤكد بالنون اسمه بخلقك او اسم وانا بخلقك والحتة دي اولاد انا برضو عايزة اشراها على ورقة عشان تبقى ايه انت واضح قدامك يعني انا اقول لك مثلا ايه اه يعني اسمه شوف ازاي اسمه انت لو اعربت الفعل ده هتعربه اصلا فعل امر مبني على حزف حرف العل ده لو انت ايه على حزف حرف العل قبر ببني على حزف حرف العل اي يا جماعة امر ببني وفيه حرف محزوف عند التوكيد رد الحرف مرة تانية انت لازم ترد الحرف مرة ايه تانية يعني ايه يعني ما تجيش هتقول لي ادي اسم بخلقك زي ما موجود قدامك اهو وبعد كده تقول لي اسم وانا شوف انا بعمل ايه اسم وانا بخلقك ليه لان انت عندك نون توكيد سقيلة ونون توكيد ايه خفيفة دي السقيلة يعني دايما الخفيفة دي بتبقى نون كده عليها سكون التقيلة بتبقى نون كده شدة فتح يبقى اسمه بخلقك اسم وانا بخلقك طيب في احد الطلاب بقى هنا ممكن يجي طيب يا مستر ما تعلم لنا اسمونا سهل جدا يبقى فعل امر مبني على شو بقى ازاي فعل امر ايه مبني على الفتح خلاص لاتصاله بنون التوكيد نون ايه التوكيد وخلي بالك انه نون التوكيد ليس لها محل من الاعراب زي ما انت متعاون يبقى هنا عندي قد قل الحق او قولنا الحق واسمه بخلقك او اسمه بخلقك وذاكر دروسك او ذاكران دروسك طيب هنا عندي اه برضو اجري بسرعة او اجريانا بسرعة نشوف برضو ملحوظة بتقول لي ايه البقى الملحوظة دي عند توكيد الفعل الامر جوازا شو بقى عند توكيد الفعل الامر جوازا بنون التوكيد نرد الحرف المحزوف عند التوكيد بنون طيب مثل ادي المسالة هو اسعى امر مبنى على حزر حرف العلة ده الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي على الورق وسعى اينا هيبقى امر مبنى على الفتح الاتصال بنون التوكيد طيب اه بنشوف برضو الملحوظة التانية وخلي بالك منها مهمة جدا بتقول ايه بتقول نون التوكيد قدر خفيفة او السقيلة ورقم اتنين يجوز توكيد الامر بالنون لانه يدل على طلب سؤال السنوية عامة عامة يعني في تانية او تالتة يجيلك مثلا استخرج فعلا الامر وبين حكم توكيده بالنون يبقى جوازا فقط وجوبة لا ممتنع لا زي ما انت شايف عليهم معلامة اكس طيب اه كمان اولاد بنشوف بعد كده توكيد الفعل المضارع بالنون في توكيد الفعل المضارع بالنون بيبقى عندي كمان المضارع واجب التوكيد بالنون طيب مين بقى منكم الشاطر يقول لي ايه هي شروط توكيد الفعل بالنون ها حد فاكرهم يقولهم كده معايا نقولهم مع بعض دلوقتي اهي لابد من توفر الشروط الاربع الاتية في الفعل المضارع حتى يجب توكيده بالنون طيب ايه هي عندي يقع المضارع في جملة جواب القسم تتصل بالمضارع في اول هلام القسم يدل المضارع على المستقبل يكون المضارع مثبتا ولو خالف اي شرط يصبح المضارع ممتنع التوكيد بالنون طيب نشوف امثلة هدي الامثلة اللي موجودة عندي زي ايه مثلا والله لينجح لنا المجتهل مثلا عندي حاجة تانية تطبقة الشروط تمام مع الفعل لينجح لنا وقع في جواب القسم اتصل بخلاص الشروط الاربع لعمرك لا يحفظن الولد النص ادي امثلة مثال تاني مثلا على سبيل المثال طالله لا يحضر الناولاد المحاضرة اجعل الفعل يفوز واجب التوكيد بالنون هتقول ايه والله لا يفوز لنا المجتهل وهكذا دي كل الامثلة اللي موجودة عندي طيب نشوف حاجة تانية مضارع ممتنع التوكيد بالنون انت بقى ها بيمتنع لو خالف شرط من شروط الوجوب او الجواز زي ايه زي مثال والله لا سوف ينجح الولد ممتنع التوكيد والله لن ينجح الكسب وانت عارف السبب ايه طيب هنا بنشوف برضو ادي امثلة تانية على انه الامر ماله يجوز توكيده بالنون طبعا اذا سبق بطلب وحضراتكم عارفين كويس جدا الطلب اللي هو بيبقى امر او طلب بالنهي او عندك طلب الاستفهام وعندنا ايضا طلب التمني وكذلك فيه طلب بالعرض والتحديد والترجي كل هذه الامثلة التي عهدتموها من قبل ويمكن طوال السنة اتشرحت بفضل الله عز وجل في قناة بصر التعلومية ابناء الاعزاء هكذا الاوقات السعيدة تنقضي مسرعة ولا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العمل العظيم في ادارة مصر التعليمية او قناة مصر التعليمية ولا يسعني الا ان اقول في النهاية عشت يا مصر راية شماء ومنارا للشرق يهد الضياء ورعاك الاله نيلا وشعبا وترابا مقدسا وسماء ووقاك الاعداء حمرا وذرقا وكفاك الضغائن السوداء طبتم ابناء العزاء وطابت اوقاتكم والى لقاء قريب بمشيئة المولى عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته